وينضم إلينا أيضا الرياضة الكاتب والبحث السياسي أحمد الرقبان سيد أحمد أهلا بك معنا دعني أبدأ معك بأهمية ودلالات هذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية موقف المملكة وتحديدا في هذا التوقيت أولا صباح الخير لك ولمشاهدي قناة سكايونيز المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 27 سنة تقريبا وهي تحارب العمليات الإرهابية منذ أن بدأت القاعدة في الدخول في منطقة الخارجية والمنطقة العربية باعتبار محاربتها للأجانب ولذلك المملكة كانت ناجحة في التصدي لهذه القاعدة عن طريق الجهات الأمنية المختصة في مثل هذا المجال اليوم الحقيقي المملكة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدخل أي عمليات إرهابية سواء كان من المسلمين أو من الديانات الأخرى وتربطها بالديانات بحكم أن المملكة أولا أنها تقود العالم الإسلامي بحكم وجود مكة المكرمة والمدينة المنورة وهي أيضا الدولة التي تعتبر إسلاميا هي القاعدة في هذا المجال ولذلك يجب الحقيقة أن لا تربط هذه العمليات بالمسلمين أو بالديانات الإسلامية بغض النظر من قام بهذه الجريمة النقطة الثانية والمهم الحقيقة عدم ربط الإرهاب بالإسلام كإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحثن على وسطه والاعتدال النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهودي جاره عندما وضع له الشوق في أكثر من موقف تعامل معه باحترافية عالية وزاره وعاوده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يمد يده دائما لمن يريد الحقيقة السلام في بداية النبوة أنا أعتقد أن الإسلام بريء من هذه الأعمال الإرهابية سواء كانت الأعمال في فرنسا أو في أوروبا أو حتى في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج النقطة الثالثة الحقيقة المملكة العربية السعودية تدعو للتعايش مع الديانات الأخرى وأعتقد الحقيقة أنه في الآون الأخير بدأت الحقيقة الحكومات الإسلامية تمد يدها لكل من يمد يدها للسلام وخاصة عندما أصبحت هناك علاقات إسرائيلية عربية ولذلك أيضا رابطة العالم الإسلامي ممثلة في الدكتور محمد العيسى وجدناه في أكثر من ماراثون في السنتين الماضيتين في زياراته لكثير من الديانات الأخرى على مستوى العالم وأعتقد أن ربط هذه القضية بالعالم الإسلامي أو بالإسلام هذا خطأ فاتح يجب الحقيقة إعادة النظر فيه والمملكة العربية السعودية في بيانها اليوم وضحت الحقيقة لغة التعايش لغة الحقيقة الإسلام الوسطي وزارة الخارجية استطاعت في بيانها اليوم أن توجه هذه الرسالة ليس فقط لفرنسا أو لدول أوروبا وللعالم كل والشعوب الإسلامية أنه يجب الحقيقة أن نخرج هذه العمليات الإرهابية من تعاليم الدين الإسلامي وأعتقد أن المملكة ودول خليج هي دول تعيش هنا دعني أيضا أتي على ذكر مجلس حكوماء المسلمين الذي قرر تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لرفع دعوة قضائية على المجلة التي قامت بنشر هذه الرسوم المسيئة تأكيد المجلس على مواجهة هذه الإساءات ستكون من خلال صحات القضاء وأيضا بالطرق القانونية أهمية هذه الرسالة وهذا الموقف من مجلس حكوماء المسلمين أيضا سيد أحمد أولا هذه دلالة على أننا لا نقبل الإساءة للديانات الأخرى في رسوماتنا أو في إعلامنا ودلع ذلك أن الدول العربية والدول الإسلامية ملتزمة بهذه القاعدة بأنه يجب أن لا نتعرض لمثل هذه الأمور كل يعيش وفق ديانته وفق قناعته اليوم الحقيقة عندما تأخذ هذه اللجنة وترفع دعوة قضائية على هذه المجلات دلالة قاطعة على أن الإسلام بريء من هذه العملية الإرهابية ويجب الحقيقة عدم ربط الدعوة الإسلامية التي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو طبعا أطهر البشر وبالنسبة للعالم الإسلامي وللمسلمين هو يعتبر القائد أو على الأقل هو أقل تقديم أن نسميه أحنا هو الأب المثالي للجميع وهو النبي الصالح النبي المسلم النبي الذي تعايش وعايشها الحقيقة فتحات إسلامية وعايش أيضا تعايش مع دول وديانات وفكر منقطع النظير الحقيقي قل ما نجد فيه الآن اليوم النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو بالنسبة لنا رمز ديني رمز أخلاقي رمز ثقافي يجب الحقيقة أن لا نسمح لأحد كائنا من كان أن يتعرض لهذه الشخصية صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن في نفس الوقت أيضا لا نسمح لأحد في الدول الإسلامية أو الدول العربية أو الدول الخليجية وأعتقد الإمارات والمملكة العربية السعودية إحدى هذه الدول لا تقبل في صحفها ولا في منشوراتها ولا على المستوى الشخصي حتى على مستوى الناشطين الاجتماعيين أن نسبح أن يتعرضوا لأحد من القيادين الدينيين سواء كان مسلم أو غير مسلم ولذلك يجب أن نحترم التعايش نحترم الشعوب نحترم أيضا الديانات والأفكار الأخرى ما لم تمس الإسلام سيد أحمد هناك نقطة لابد أن نتطرق إليها وهي محاولات بعض الجهاد المزايدات والمزايدة على ما يحدث لصالحها بشكل كبير الآن وحتى من قبل ولكن استغلالا لما يحدث الآن المزايدة السياسية في مثل هذا المجال مرفوض تماما من قبل المملكة العربية السعودية أو من قبل الدول العربية والخارجية ولذلك يجب أن لا نربط هذه القضية بمزايدات سياسية سواء كان من دول عظمى أو دول حتى الدول النامية اليوم الحقيقة هناك من يستغل هذه الظروف وهذه الفرصة لبث العداء بين فرنسا وبين دول الخارجية أو الدول العربية والدول الإسلامية ويجب الحقيقة على الحكومة الفرنسية أن تتنبى لهذه القضية خاصة أن فرنسا تدرك تماما أن دول الخارج تحديدا هي دول عقلانية دول تتعايش معها باحترافية عالية لدينا مصالح تجارية مع فرنسا لدينا مصالح سياسية وأيضا لدينا أيضا مصالح سياسية بيننا وبين الفرنسيين يمثلون بالنسبة لنا شرائح مهمة جدا وهم مجتمع متفهم مجتمع متعقن لديه أيضا شعوب كثيرة تسكن في فرنسا سواء كان من دول أفريقيا أو من دول أوروبا أو من دول شرق آسيا لا يجب الحقيقة أن نأخذ هذه القضية في المزايدات السياسية ستحمد هناك دول مثل تركيا التي تحاول الآن استغلال الوضع لصالحها السياسي صحيح الأتراك يجب الحقيقة أن نأخذهم في هذه المعادلة بوجود الرئيس التركي أردوغان هو طبعا كشف أمام الرأي العام العربي والإسلامي وكشف أيضا أمام الرأي الأوروبي أردوغان يستغل أي فرصة من أجل أن يكون موجود في مثل هذه القضايا وطبعا الرئيس التركي هو أول من يدعم القضايا الإرهابية وتعلمين هذه القضايا خاصة في حدود تركيا مع الحدود المجاورة الشمالية هي طبعا تركيا تقود الإرهاب في ليبيا وتقود الإرهاب في دول شمال المملكة السعودية دول سوريا وغيرها يجب الحقيقة أن لا نأخذ بالرأي التركية الرأي التركية الحقيقة خرج عن الإطار المألوف خرج عن المنظومة الإسلامية خرج عن المنظومة السياسية العقلانية فيجب الحقيقة أن لا نعير لهذه القضية أي اهتمام ويجب على الأوروبيين وخاصة شعوبهم أن يتنبهوا من الرئيس التركي عندما يدس السم في العسل فهذه القضية يجب الحقيقة أن نأخذها باحترافية عالية وخاصة نحن الإعلاميين أن نوضح هذه القضية أمام الرأي العام أن لا يمكن أن نقبل أن تدخل تركيا في مثل هذه القضية شكرا لك شكرا لك سيد أحمد رقبان الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من الرياض